الأسوأ لم يأتي بعد تحذير جديد أطلقه صندوق النقد الدولي تجاه بلاد الأرز على اللبنانيين يلتقطون إشاراته قبل فوات الأوان أي حينما تلجوا بلادهم في أتون مرحلة تفشل معها سائر أنماط الإصلاحات الاقتصادية تحرك عاجل إصلاحات شاملة منفردات استعملتها المؤسسة النقدية الدولية لتعبر عن ضخامة المشكلة الاقتصادية التي يغرق فيها البلد العربي الذي يعيش منذ أربع سنوات على وقع واحدة من أعمق الأزمات التي شهدها التاريخ الحديث والتي أفضت إلى تبخور عملته المحلية تقريبا بانزلاقها عند مائة ألف ليرة تجاه الدولار صندوق النقد خلال تقليبه الملف اللبناني لا يجد فيه صفحة تبعث على التفاؤل فبعد أزمة 2019 التي هزت أركان النظام المالي تعرض الميناء الرئيسي إلى تفجير أخرجه من دائرة الخدمة ثم دخل السياسيون حلبت تعطيل عجلة ما تبقى من معالم اقتصادهم حينما أخفق البرلمان عدة مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد التي لا يمكن للمؤسسة المالية الدولية التعاون معها في ظل وجود حكومة يقتصر دورها على تصريف الأعمال لبنان الذي يعاني شغورا رئاسيا يعاني كذلك شغورا ماليا فبعد مضي أكثر من خمسة أشهر من هذا العام دا يبدو في الأفق أن هناك موازنة قريبة الاعتماد موازنة ينبغي أن تتضمن مخصصات وبنودا أوصل نقد الدولي باللجوء إليها للحيل التي دون انهيار اقتصاد البلاد التي تريد من الصندوق مدها بثلاثة مليارات دولار لتغطية عجزها المزمن الصندوق يريد من اللبنانيين إصلاحات مالية وإدارية عميقة وسريعة إصلاحات لا تلقى حتما شعبية في بيروت وصيدا وطرابلس لكن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقر لها تحذر من التهاون في إجراء هذه العملية الجراحية فبدونها سيدخل الاقتصاد اللبناني مرحلة الموت السريعي